السلام عليكم يا شباب ألف مليون مبروك لمصر لنا كلنا ألف مليون مبروك وصلنا السيمي فاينال في بطولة رضيئة المستوى في التنظيم والظروف والإصابات وكورونا وريحين عم كيروش بيقولها لعب سبع مباريات وده هدفنا يعني كان هدفه أن يصل للدور اللي هو النصف النهائي النهاردة الحمد لله الحمد لله الحمد لله وصلنا بقدرة قدر كده رغم المناخ والحكام والأرضية والسكن والفندق وحاجات كتيرة جدا وصوابات وإصابة الشناوي ثم أبو جبل والبطل الجديد محمد صبحي مصر كلها رجالة اسماعيلاوي أهلاوي مصراوي زملكاوي إسكندرانا كلنا رجالة كل أولادنا رجالة ما عجبنيش كانت فيه حاجة شفتها مبارح على كذا صفحة الأهلوية عاوزين مصر تخرج عشان لعيبة النهد الأهلي والمنديالي يا ابني أولا رقم واحد أنت مغفل أنت مغيب أنت فيه كل حاجة لأنك منتشواطني المنتخب أنت بتأكد كده أن المنتخب المصر هو الأهلي لعيبة الأهلي الأهم ثانيا أنا لو مشجع أهلاوي عندي أفضل أعمل مباراة كويسة لحد ما أمام منتيري وأنا ما عنديش أمل طموحه كبير جدا هناك في السنة دي بالذات عشان كلنا عارفين إيه الحكاية في الإصابات في الحاجات كتيرة جدا في كورونا الظروف كلها مش مساعدة ولا للعبت اللي هناك الشناوي محمد شريف أيمان أشرف عمر السلية حمدي فاتحي بل كمان محمد عب منعمل أهلاوي تريزيجيل أهلاوي يعني من اللي مش أهلاوي في المنتخب يا جماعة يعني إحنا إحنا لا يعني لأ ياريت دولا زي أبو تريكا كده هو مني لما ألمع أبو تريكا بالنسبة لي تلات مرات مع الكابتل حسن شحاط ربنا يحفظه إن خده أفريقي يعني إنت دلوقتي ما تستهبلش وتقول لا ده لعيبة الأهلي أفضل لنا من إحنا مش النادي اللي يوقف نشاط كورة شهر وشهرين عشان ساسي بطن رجل واجعاه ما نحنش النادي اللي يوقف نشاط عشان مش عارف رئيس النادي غضب من نظام الاتحاد الكورة وحلف بالطلاق والكلام ده كله إحنا مصر إحنا اللي هو أنا كزمالكاوي أنا كمصراوي أنا كأهلاوي أنا كالتحداوي إحنا مصر كلنا نرجو الحاجات يا جماعة إحنا متغربين طيب إنت لو متغرب وتقابل أخي لزيز كده صديق حبوب كده مغربي وبيحفل عليك مثلا يحفل إحنا يا طرى منعيش إنت هتقابل المغربة إمتى؟ إنت هتقابل المغربة إنت تاني في ماتش كورة فإحنا دلوقتي عادين مرتاحين مش مشكلة بقى نخرج ما نخرجش للأكاس أفريقيا المهم إحنا إحنا قدام المغرب الشقيق لأن المغرب ومصر في أفريقيا زي الأهل والزمالك كده فارق بطولات فارق وكل حاجة إنما في اللعب بيقى فيه تحفيل وفيه حاجات كتيرة جدا لذيذة بيننا وبين الشمال الأفريقي المحترم اللي هم أخواتنا عملنا مباراة جميلة جدا المغاربة عملوا مباراة جميلة وهم أقوى منا في التاكتك في حاجات كتيرة لكن إحنا المعدل المصري ظهر ولسه ما فاتش خمس دقايق تلقى واحد منازل بيحفل على عيمان أشرف يا عم أنت عيمان أشرف أصلا منازل غلط ده بيلعب في نص الملعب عيمان أشرف كان جاي تاكلك من بعيد فما كانش عنده أي حاجة تانية إلا لو رجله أصابت الكورة ما كانش يتبقى ضرب الجزاء وأبو جبل لا يسأل عن ضربة الجزاء طبعا وأنا عندي بس ثلاث ملحوظات سريعة يعني أبو جبل أنت حبيبي تعبت زي ماشي النواة عمل كده عندنا رجل اسم محمد صبحي إحنا كلنا ممكن نضيع لأن أنا كنت بصراحة خايف جدا جدا من النص ساعة الشوط الثالث والرابع أنا كنت خايف وكانت مصر يعني مصر هي اللي مسكت كورة أنت كل شوية تقع فإلا كنت الآن وقدر الله ما أشقفها الحاجة التانية مصطفى محمد يلعب 110 دقيقة ولا مش عارف كم يعني بيلعب ازاي وخمس مباريات دلوقتي تقريبا يعني يحصل كده يعني محمد أنت واخد محمد شريف ليه معاك واخد رمضان صبح تنزله خمس دقيقة النهاردة يعني لا فيه طبعا يعني إحنا فرحانين وكل حاجة لكن فيه حاجات إحنا مش بننقض إحنا بنقول ملحوظات وملحوظات يعني بالورق والألم مش بنجيب حاجة من عندنا يعني إزاي مصطفى محمد هو مسلفك مليون دولار مثلا وانت خاف لا هم يردوا منك ولا فيه بالظبط يعني إزاي مصطفى محمد ولا أداء ولا حقيقة حاجة حتى الكرة بيفنشها بره خمسة عشرة متر بره للعرضة حاجاتك أنا مش ضد الولد ده هو قد ولادي أنا مش بكلم على واحد مثلا يعني أنا متغاز منه ولا عشان هو زمنكاوي هو دلوقتي بيلعب على حساب جلات الصلاة التركي إنما ليه بليه بتبدو الفرص دي كلها مش فاهم يعني ديت حاجة ما كانتش كويسة إلى حد ما إيه الحضري اللقطة الأخيرة الحضري إيه حضري الشناوي وتاني مرة تحصل في تاني دورة إنك تعمل فيه كده إيه الحمل اللي بالظبط إنت ما عندكش خبرة يمكن إنت محتاج محسنة محتاج دروس محتاج محتاج إيه إدي نفسك فرصة لك تتعلم وكده يعني إنه النهاردة أبو جبل ربنا سطر ومحمد صبحي كان جاهز وربنا سطر كمان بصراحة رجالة مصر رجالة يا جماعة رجالة والله يعني كان بيدفعوا لدرجة إن الكرة أصلا ما توصلش محمد صبحي يعني إحنا كان عندنا وراء خمسة حراس مرمى مش محمد صبحي لوحده ومحمد صبحي لعب محترم قوي له مستقبل لكن لكن إنت دلوقتي قدامك محمد صبحي بس في المباراة اللي جاية قدام الكاميرون فدي صعبة لأن الشناوي هيلحق ما يلحقش هل أبو جبل إصابته هتوصل لإيه؟ يعني الولد واقف بالعافية؟ هل ممكن يستغنى عن محمد الشناوي وحمد فتحي وأيمن أشرف ومحمد شريف للأهل مثلا في كاس العالم؟ الله أعلم طب محمد عمانيا من نظامه إيه؟ تاريخ النادي الأهلي النادي الأهلي النادي الأهلي الوطني اتعامل في أصعب أوقات تاريخ مصر في الاستعمار وعصر المملكة وعصر الجهاد في سبيل أن مصر تتحرر ويبقى عندها جيش قوي مصري يبقى عندها حكومة مصرية ويا ما الأهلي يعني ما بخلش للمنتخد ده وهو الأصلا أنت ما تروح للإتحاد الكرة المصر هو فين أصلا؟ ومين اللي نشأ الكرة في أفريقيا؟ فهنا مش هنتكلم ومش هنقعد نبايع وده ليه؟ وده عمل ايه؟ والكلام ده كله خلينا ناس محترمة خلينا ناس تفهم في الكرة خلينا ناس فير وما نكسرش بعض في حاجات هيفة زي العالم الجهل لما بيعملوا فرح ويتخنقوا في أخره على النقوط وعلى من اللي له الإيد الطويلة في الموضوع ومن اللي نجح الفرح ومن الفشر الفرح ومن كسر الكلوب خلينا هادين شوية إحنا هنعيد لها تاني وفي الإعادة إفادة أنا كأهلاوي أنا أهلاوي هو راجل من زمان أهلاوي من قديم الأزل يمكن كبير جدا جدا من ناس بعضكم إن رقم واحد مصر تكسب كاس أفريقيا زي عماد ميتاب وبتريكا وعمد النحاس وهقول لها وأحمد حسن وحسام حسن والتوقم وكله إن بيرفع من مستوى وروح وتاريخ والسي في بتاعة لعيبك اللي هو الأهلاوي ده رقم واحد أنا بريتكلم عن نفسك أهلاوي مثلا رقم اثنين أنت دلوقتي بترفع من نفسك في أي دولة أنت بتروحها أي مكان تروحه إنك كمصري أنا النهاردة ده فرجت على قناة أجنبية على الماتش يعني إزاي إزاي هيجي لي نفس أو يوشي مثلا أبص في المراية إزاي إن أنا نفس أن مصر تطلع مثلا أنا بتكلم أنا على بعض الناس اللي هم عندهم هذا المرض يعني أنت كلها مزايا هتقول لي بقى عشان المباريات كاس العالم المنديال خلينا صرحة المنديال إحنا عندنا ثلاث حاجات هنتكلم عنهم أولى المسلماني أخطأ في توزيع المباريات على الكبار والصغار المفوق كان يبدأ بالكبار الأول في أول مباراة أمام الجونة وكان يبدأ ينزلهم درجة درجة والكلام ده قلناه والدكتور علاء صادقنا سمعته وهنا موافق عليه مليون في المية في كلامه وكل واحد له رأي ممكن يمتلك رأي رأي تاني بس ده مش معناه أن انا وحش وانت حلو أو انا حلو وانت وحش لا كل واحد له رأي بس بس شوف الكلام المنطق بتاعه وإذا كان صح ممكن نقتنع وأنا ممكن لما بسمع كلام تاني واقتنع به ممكن نغير من رأي مش عايب خالص احنا بنتكلم من الصالح الاعم وصالح النادي الاهلي مسماني أخطأه كترة جدا جدا وهنعدها وما تقوليش بقى درجة الجدد وندعمه احنا هندعمه احنا بالغضب الان هندعم ابنك بيبقى فاشل في المدرسة وفاشل في كذا وبتدعم ابنك انما انت هتباحه مثلا وهتلميه بره في الشارع هيضيع اكتر يعني دي حاجة طبعية انما احنا لازم نكشف اللي قدامنا ولو في حد يسمعني يقول لا انت اخطأت في الرقم كذا اخطأت في النقطة الفرنية كذا دلوقتي كهربا ميشي كهربا ميشي وانت في الظروف دي يعني يعني النادي الوحيد اللي عوقي من الفيفا في مصر في الانتقالات الشتوية هو النادي الاهلي لان احنا خسرنا بادر بنون عندك اكرم التوفير رب ليش فيهم محمود متولي مش معاك يعني رامة ربيعة ايدك على قلبك هو بيلعب وهو بيعمل اي سبرينت تمشي كهربا وحاطت له ميكوسوني ميكوسوني الوقت طيب وغلبان وشكله حبوب وكل حاجة والوقت بيصعب على الواحد وما بحبش اكسر في اي لعب انما انا مش شايفة على الارض الواقع حاجة بوزيشن معين ليه بيعمل ايه بيرستاو قاعد حوالي 40 يوم ملعبش انت تقوم نزله 70 دقيقة في الواحد بتنزل النجوم اللي هيلعبه معاك بعد اربعة ايام هيروح الامارات منزلهم في ماتش واحد ماتش ميت يعني بيركة من المياه بتنزلهم ده انت راجل رياضي يعني ده دي حاجة واحد ماشي في الشارع هيدرب فرقة انا ما نزلش لعبة اللي انت بتقول عليهم انت خايف عليهم من كورونا خايف عليهم من الاصابات ما تنزلهمش في بيركة مياه يلعبهم خلاص كنت تكملها بقى وخلاص طيب انت مرح كنت بتبتلعب النهاردة كنت بتبتلعب المباراة على ارض كويسة جدا وعلى الاستاد امام البنك الاهلي والاستاد كان كويس جدا واني جيلة عادية والارض نشفة طيب فين افشة احنا فين الاعمدة الرئاسية اللي هتلعب معاك انت هتروح بالاجبال اجبال الاهلي يعني اكتر من نصهم مش داخلين دماغي يعني هم هم حوالي اربعة خمسة بدون ذكر اسماء عشان ما نحبطش من اللعيبة لانهم كلهم شباب زي الورد كلهم من اول حارس المرمى بتاع النهاردة للاخر اي حاج انما انت بتكلم عن جسمه عن اليقة البدنية بتاعته عن الحرفانة عن السرعة عن حاجات معينة هتلاقي اربع خمس لعيبة بكتير وده المكسب انك تطلع باربع خمس لعيبة ده مكسب والباقي عيره يكتسب خبرات يكتسب يبقى عنده قوة جسمانية يبقى عنده قوة بدنية يبقى 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 مفيش مشكلة خالص فانت مسيماني اخطأ كتير جدا جدا ولجنة الدكورة لجنة التخطيط هي فين دلوقتي مسيماني هيتجدد له على السريع كده طيب خلاص يبقى انا مغرم اخاك لبطل انت بقى خلاص انت لازم تدعم الادارة لازم تدعم مسيماني لازم يدعم نفسه لازم يدي نفسه فرصة الناس يدعمه الناس اللي في لجنة التخطيط تدي له بعض النصائح لازم فيه مدير عام معاه مدير كرة بقى مدرب عام معاه لازم واحد زي علاء ما يهوب فين احمد سامي بسم الله ما شاء الله احنا شفناه احنا عندنا كل ابناء الاهل بره بيفهموا الملعب من بره انت جايب لي واحد يعني سامي قمصان جميل جدا وبحترمه وبحبه كل حاجة لكن انا حاسس انه عنده هدوء انت لعاب كرة اللي ما اخزه في الكلمة منتش استاذ في جامعة منتش دكتورة في مستشفى انت لعاب كرة لازم فيه بعض العنف لازم يقف فيه قراءة في ملعب لازم يقف فيه حماس لازم يقف فيه كلمة جامدة في اللعيبة لازم فيه قراءة ملعب قراءة لعيبة لعيبة مصر انت محتاج واحد فاهم لعيبة مصر من أسوال لغاية اسكندرية وديت موجودة في علاء ميهوب موجودة في عماد النحاس موجودة في أحمد سامي لعيبة خرجت برة وجلية شمال ويمين وراحوا من الصعيد لسكندرية فانت دلوقتي جددت المسماني هتجد المسماني بـ 185 ألف دولار في الشهر يعني زيت حواري 25 ألف دولار في الشهر شهريا ماشي ألف مبروك عام مسماني وإحنا عايزين نعمل لنا منك مدرب الأهل هو عامل المدربين هو اللي عامل هولمن ويتسوبل وهو اللي عامل ملو الجزء كمان المدربين دول كلهم لو راحوا أي نادي آخر ما كانوش يعملوا التاريخ بتاعهم بس ساعد الأهل إنه هو يساعدك ساعد الأهل إنه هو يعمل معك منك مدرب عالمي إحنا خايفين من الأهلي خايفين على الأهلي خايفين على الأهلي هنخاف منهم من الإعلام الموجهة هنخاف منهم من لجنة الحكام الموجهة هنخاف منه من اتحاد الكرة المطنش اللي هو بس عايش في سبيل الزمالك هنخاف منه من حاجات كتيرة انه قوم نخاف كمان من الادارة ولجنة التخطيط المسيماني انهما مش سامعين خالص للجماهير انا مش معا من الادارة والقرارات تبقى من الجمهور او من المدرجات انا تمام انما في حاجات وقع انتوا شايفينها انت ماشيت محمد عب منام وخليت عندك كرامة ربيعة ومحمود متولي مع الاحترام ليهم ونزجه مال وكل حاجة لكن انا كسبت ايه انا استفدت ايه مثلا على رأي مرطة مثلا انا استفدت ايه واخبار حياتك انت ماشيت كهرباء وخليت طهر محمد طاهر اللي هو نفسيا تعبان بتلعبه مرة شمال ومرة يمين ومش عارف بيعمل ايه وبيحتاج وقت انت كهرباء اديت له وقت عشرين اربعين دقيقة في ماتش وماتشين ومش عارف ايه جابلك سبعة جوان ماشيته ليه؟ عشان حززيات بينك وبين وعشان مثلا حصل سوق فيهم ووصل لك كلمة انه هو قال حاجة للاخ السوداني للسودان الشقيق في المباراة اللي كانت مع الاهل والهلال ما ينفعش الكلام ده كله ما ينفعش مع انت قط اللبس لو بتجدب لو الناس اللي بتطلع بتجدب طب ماشي احنا بنشوف الواقع اللي قدامنا انت طريق كلامك في المؤتمرات مش مدرب اهلاوي لازم ادارة الاهل يتقعد معاك ولازم هو يتميز بان هو يسمع ويقول انا فعلا الانسان انا عندي لو عندي ستين سنة اه المانع ان انا تعلم حاجة جديدة في الدنيا لما تروح لاي مكان في اي مكان عشان تعيش فيه لازم تفهم التقاليد بتاعته والقوانين والناس بتتكلم ازاي وردود فعليها ازاي اكتر من كده مش عايز اقول في الموضوع ده حاجة ربنا يسطر انت النهاردة قوامي الاهلي ربنا يسطر بكرة كورونا ربنا يسطر هنشوف حاجات كتير جدا لغاية بكرة هتتغير مش عايزك اخد فيها انا بتكلم كواحد من جماهير الاهلي وانا بقى واحد مغترب كمان اني بقى اعلن سعاداتي جدا جدا لفوز منتخب مصر الحمد لله وولادي فرحه وحنا فرحنا كلنا وحاجة جميلة جدا وشعار مصر ده اهم من اي حاجة مصر فوق الجميع ديت الحاجة اللي هي المهمة جدا جدا دي رقم واحد رقم اتنين الحضري لازم يا اما يبقى لازم محتاج دروس تاني محتاج كورسات محتاج كزا لان ما ينفعش اللي بيحصل في حراس مرمى مصر انت كتا مهدد في عالم مهدد مهدد دي رقم واحد رقم اتنين مصطفى محمد انت واخد محمد شريف ليه مصطفى محمد ليه يلعب الخمس مباراة كلهم مفيش حتى اسست ولا هدف ازاي ده مش موجودة في التاريخ ده لعب المفروض لعب دولي يعني ده يعني انت دلوقتي واخد رمضان الصبح ليه معاك واخد محمد شريف ليه معاك واخد بعض الليل لعبة وركنهم ما كنت تديلهم فرصة دي هات الحاجة التانية بعد كده ان احنا مش عاوزين للجماهير مش عاوزين حاجة اسمها قصمات اهلاوي زمالكاوي اسمها علاوي مصراوي اتحاداوي اسواني احنا كلنا مصر يا جماعة انا بعيد الكلام ده ليه لان انا ليه اولاد وانتو اكيد عندكم اولاد وانتو ممكن تكون انتو شباب وولاد ناس محترمين ما فيش حاجة اسمها مصر طالما فيه منتخب بيلعب طالما فيه منتخب بيلعب طالما فيه منتخب بيلعب طبعا احنا متأثرين جدا جدا كاهلوية ان الفريق رايح ضايع ما عندكش اهم سبع تمن لعيبة انت عندك مش موجود برستاو مش موجود بنون مش موجود اكرم توفيق مش موجود دلوقت الشناوي مش موجود حمد فتحي مش موجود عمر السلية مش موجود ايمان اشرف مش موجود محمد شريف هنعد ايه ولا ايه محمود متولي اصابة حاجات يعني حوالي عشر احداشر لعيبة من الاساسية القوامل الاساسي مش موجود يعني احنا ربنا يسترع علينا فاتمنى الحاجات بقى اللي هو المنتخب مصر بقى يوصل النهائي منتخب مصر يوصل النهائي خلي بالكم الكورونا خلي بالكم الاحتكاد يا عم بوريدا شوف موضوع الحكام عم بوريدا انت بتعمل ايه بالزبط انت مواقع كامل اعراب اتمنى منكم الاشتراك اتمنى منكم انكم تساعدونا في زيادة الاشتراك لايكات كومنتات ياريت 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 لو سمحتوا يا جماعة انا 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 بعبر عن نفسي وبفرح جدا جدا لأي حد بتفرج لان انا مش هدف من القناة هو اللي بقى فيه كومينيكيشن ما بيننا انه بقى فيه مختارب كده بيعبر عن اللي جواه ياريت ياريت وباذن الله مصر تفوز بكاس افريقيا والاهل باذن الله يعمل نتيجة كويسة قدام منتري والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصرم